موسيقى 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 يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الأسبوع وفقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي جدير بالذكر أن حركة بيع وشراء الكتب لم تشهد إقبالاً هذا الأسبوع بسبب انشغال القراء بالاستعداد لعيد الأطحى المبارك تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التاريخ والتنمية البشرية يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب علاقات خطيرة للكاتب الدكتور محمد طه ويتناول أنواع وتفاصيل العلاقات الإنسانية المؤذية لأصحابها وكيفية التعامل معها يأتي في المركز الثاني كتاب أم كلثوم وسنوات المجهود الحربي للكاتب والناقد الموسيقي كريم جمال وهو محاولة للبحث عن وجه آخر لكوكب الشرق وكشف خفايا سيرتها تحتل المركز الثالث رواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشدلي والتي يأخذنا فيها الكاتب إلى حدث ديني وتاريخي هام تختتم قائمة الأعلى مبيعا برواية الكاتبة نورا ناجي سنوات الجري في المكان وتدور أحداثها حول العشر سنوات ما بين ثورة يناير وفيروس كورونا ومدى تأثير هذه المرحلة على جيل كامل جاءنا لحضراتكم مرة تانية بعدما شفنا مع بعض تقرير الكتب الأكتر مبيعا أو البست سالر ودلوقتي تعالوا نستقبل مع بعض عن طريق زوم أصغر بوكتوبر وهو إسماعيل الإبياري أهلا بك يا إسماعيل أهلا بحياتك يا أستاذ رانيا سعيد جدا بوجوذي مع حياتك النهاردة إحنا اللي سعداء بك وإحنا اللي سعداء بأنك رغم صغر سنك وإنت عندك 17 سنة مش بس مهتم بالقراءة إنما كمان أنت عامل نسبة متابعة عالية جدا 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 وعامل حملة تشجعية لكل الولاد اللي في سنك عن طريق اليوتيوب إنك تشجع كل الولاد اللي في سنك على القراءة أحكيلي بقى شوية يا إسماعيل إنت إزاي بتعمل ده وبتشجع إزاي الشباب اللي في سنك إنه هما يقروا أول حاجة أنا من بدايتنا نصيحي للقراءة حاول على قد ما تقدر الموضوع ما يبقاش مجبر عليه أنا الموضوع ابتدى معي في القراءة الموضوع ابتدى لوحده خالص محدش أكبرني عليه محدش نصحني قال لي يبتدي يقرأ يمكن هتفيدك يمكن يمكن موضوعه كله ابتدى من ناحيتي وحتى بعد كده موضوع الفيديوهات والبوكتيوبر برضه الموضوع ابتدى من ناحيتي أكتر لإني حسيت إيه أنا كان دايما عندي شغف في فكرة عمل الفيديوهات فحسيت إن أنا ليه ما عملتش محتوى فعلا يكون مؤثر ومهم وبحاجة أنا بحبها زي القراءة وأنا طبعا كمان يعني بعد القراءة بطلت كمان أحب التحليل أكتر وأكتر فحسيت إن ده بيكمل ده في نفس الوقت وطبعا إيه بحاولها لقد ما أقدر الفيديوهات أنا مش بقول إنها تشجع حتى على البوكتيوب ولكنها تشجع على القراءة عموما جميل أنت بتعمل الفيديوز دي فين بتعمل الفيديوز دي على يوتيوب على سوشيال ميديا يعني بتعملها فين أنا بتديت من 2018 يمكن بتديت أنزل الفيديوهات دي على اليوتيوب حلو وكان ده نشاطي الوحيد ومش بنزل بحتة تانية بس يمكن أكتر بعد كورونا وطفلة السوشيال ميديا من ناحية الانستجدام التيك توك الفيسبوك والكلام ده كله بتتبقى إيه أحاول أوزع المحتوى بتاعي بكذا بلاتفور يعني بتريت إيه أنزل ريلز على الانستجرام للفيديوهات بتريت أنزل فيديوهات على التيك توك لأن الحاجات دي كمان نسبة متابعاتها كبيرة ووصولها للناس أسهل ولما بتبقى وسيارة كمان بتجذب اتباه الناس أكيد أكيد شاركت في أكتر من ندوة في معرض الكتاب في دوراته المختلفة من 51, 52, 54 حكينا شوية عن شهورك حكينا شوية وانت ولد عنده 17 سنة وعام الندوة ومشارك في الندوة وبيتكلم في الندوة بيشجع فيها كل الشباب اللي زيه على الإراءة حكيلي شوية عن الخطوة دي في حياتك والله حالتك بالنسبة لأول ندوة فده كان فخر جدير جدا للواحد لأن انت تخيل انت في سن ما بين 13 ل 14 سنة وكل اللي معاك في الندوة يعني على قل كسرين إلى 20 سنة وفيه صحفيين وكتاب وهكذا أشياء وانت طفل عندك 14 سنة بيتم سؤالك وبيتم أخذ برأيك وبيتم استضاقتك أصلا في معرض الكتاب القائر الدولي اللي أنا أصلا يعني ما كنتش أتكيل من نقول مثلا وانا عندي 11-12 سنة أنه أنا ممكن أبتدي أروح معرض توصل لدرجة النانا يتم استضافتي في المعرض ويجي بعد كده السنة حتى في فترة كورونا لما عملوا الفيديوهات على منصة المعرض وكنت ضمن فعالية اسمها سقفتك في بيتك برضو الموضوع كان لطيف جدا معمول بشكل ويمكن الموضوع كان أصعب كمان لأن انت مفيش حد بيحاورك أنت بتجي لك الأسئلة وأنت اللي بتتكلم والسنة دي برضو كنت عندي بقى كان عندي ندوة بس دي كانت لوحدي تماما فده بقى كان مسئولية أكبر وأكبر طبعا اللي الواحد ممكن يقوله إزاي الواحد يعني إيه يخلي الندوة لطيفة عن الناس يشجع الناس إن هي تيجي الندوة يشجع الناس عموما بالقرية ويلهم ولو بني أدم واحد من قصة فكل ندوة لهم الإحساس بتاعه وكل ندوة لهم مدى النطج بتاعه أكيد أكيد إسماعيل تنصح الشباب اللي في سنك وانت شاب ناجح جدا في المجال اللي انت ابتديته واللي انت اخترته يقروا في إيه إيه اللي بتشجعهم عليه إن هما يعملوه عشان يقدروا يفضلوا محافظين على العادة الجميلة واللي هي القراية وليفضلوا محافظين دايما على إن هما يكونوا في رحلة سعي طول الوقت إن هما يتثقفوا إن هما يتعلموا إن هما يقروا إن هما يعرفوا أكتر وأكتر أنا نصيحتي دايما إقرأ اللي يعجبك وعلى قد ما تقدر قول للرأي اللي انت عايزه ما تخليش أبدا حد يجبرك على حاجة وما تحكمش نفسك في نوع معين من الكتب أو الروايات أو أي حاجة وحاول على قد ما تقدر تخليها عادة لإن هو القراية حاجة جميلة جدا ومهما كان يومك مضغوط أو يومك مليان أو يومك متعد برضو القراية إيه على قد مثلا شيء في كل يوم الموضوع مش هيأثر خالص وهي في الأول وفي الأخر عادة أساسها أساسها المتعة يعني القراية دا مش فرد ولا طريقة بقى إيه أن أنت تحسن من نفسك حاجة القراية دي ما هي إلا متعة ومع الوقت تبتدي تبقى عليها المميزات بقى وتبتدي تشوف الخبرات اللي أنت بتاخدها من القراية والمضوج الفكري اللي أنت بتاخده من القراية صحيح صحيح القراية والثقافة ومخزونك اللي أنت بتكونه المعرفي من القراية ومن الكتب اللي بتقراها ساعدك إزاي في دراستك فادك إزاي في دراستك خلاك إزاي مختلف كشاب يمكن تكون موجود في مكان مش كل الناس بتقرأ فيه طبعا أنا هقول إن فعلا أنا في البدايات بتاعت القراية ما كنتش في دايرة محتبية اللي هي دايرة ناس بتقرأ والكلام دا أنا معترف بالكلام دا بس يمكن بعد اللي مناس بتقرأ وبعد اليوتيوب وبعد الكلام دا الناس صحيح يبتدوا ويقروا أكتر يسألوني أكتر حتى يتفرجوا عليها ساعات وأنا القراية أنا مقتنع دايما إيه من القراية هتفيدك بس بشكل حتى أنت ما تعرفوش يعني أنا من سبب دايتا أقرأ أنا ممكن أقول على المستوى الشخصي والاجتماعي أكتر بقيت أحسن بكتير جميل يعني على المستوى الشخصي كنطج فكري الموضوع بقى أحسن بكتير أكيد حتى على المستوى الاجتماعي واحد دلوقتي القراية توصلك لمرحلة أنت تعرف تتعامل مع أي حد طبعا أكيد ثقتك في نفسك زادت أكيد فكرة التواصل الاجتماعي عندك بشكل كبير اختلفت ثقتك في نفسك وأنت مع القراية أنت كل شوية بتشوف شخصيات في شخصيات في شخصيات فده بيخليك تبتدي تتعلم إيه أنا فاهم مثلا الشخصيات دي ممكن أتعامل معها إزاي فاهم الشخصيات دي ممكن أتعامل معها إزاي وهكذا صحيح أنا مبسوطة أن أنا كلمتك النهاردة ونحنا شكناك عن طريق زوم وفخورة جدا بيك وأقول لك كمل واستمر وإن شاء الله هتحقق كل أحلامك لأنك اخترت الطريق المظبوط أنا اللي بشكركم جدا على استضافة الجميلة واللزيزة دي والله مرسي مرسي اسماعيل طيب مشاهدين خلينا ونطلع الفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما قلنا في بداية الحلقة ديوفنا النهاردة من الكتاب الشباب اللي هنتكلم معاهم عن وجود الشباب وبقوة في الوسط التقافي والحقيقة أنا على المستوى الشخصي سعيدة جدا بيهم سعيدة جدا بمجهودهم سعيدة جدا بتموحهم اللي هم قادرين أن هم يحققوا وهما في السن الصغير ده خلوني أرحب ديوفي الكاتب الأستاذ الشاب الأستاذ يوسف الشريف صاحب رواية قلق صنادقية أهلا بيك يا يوسف أهلا بيك والكاتبة الشابة الجميلة الأستاذ هانا خليل صاحبة كتاب وراها حكاية أهلا بيك يا هانا منوارنا سعيدة جدا بيكم سعيدة جدا بمشواركم اللي قررتوا أن أنتوا تبتدوه عايزة في البداية كده كل واحد منكم يحكيلي إمتى بتدى المشوار إمتى بتدى المشوار معاك يا هانا وإمتى قررت أنك تمسكي ألم وتكوني مشروع كاتبة بتبتدي مشوارها من وهي صغيرة في السن ده طيب ابتديت أكتب أنا حد ما بيعرفش خالص يعبر عن مشاعره فكان اكتراح من أن أنا أبتدي أدونل أو بمعنى أصح أن أنا أفرغ الكلام اللي في دماغي أو الحاجة اللي مدايقني على ورق فديكت أول مرة خالص أجرب أن أنا أكتب أنا حاسة بإيه وإيه اللي مدايقني وكده ومن هنا كانت فكرة أن أنا أبتدي أكتب كتاب تنموي عن الحاجات personal experience حصلت التجارب الشخصية التجارب الشخصية اللي أنا مريت بيها اللي خلتني ممكن أكون حد نوضغ شوية واللي خلت عندي زي experience تجارب أو مشاعر بقى عايزة تطلعيها بالضبط والناس يستفيد منها وأنها تبقى حاجة نوية وحاجة بتحصل خلال جيلنا يعني هي مشاكل بتواكب جيل كامل فهي مشاكل موجودة في جيلنا يعني جيلنا بيواجهها كمان بشكل كبير قوي فأنا قررت أن دي حاجة تبقى التنموية تساعدهم أن يحسوا أن هم مش لوحدهم مش أنا بس اللي عديت بالمشكلة دي لا ده في ناس كمان حوالي جميل فديكت فكرة الكتاب دي كانت البداية دي كانت البداية يوسف أنا أصلا إنت بتديت القصة إنت بتديت الحكاية معاك إنت قررت أنك تمسك قلم وتكتب وتقول أنا ممكن في يوم من الأيام أكون كاتب أنا أساساً متربي في حقيقة جمالية اللي هو أكيد في نجيم محفوظ فأنا دائماً بسمع الاسم دوت من أنا صغير بعد كده لما كبرت أو بدأت أقرأ فكنت بقرأ لنجيم محفوظ من أنا صغير وبعد كده تعرفت على إعلان جمال الغيطاني اللي هو أيضاً من موليد نفس الحي ده أنت داخل على تقيل يعني ده أنت ابتدت مع طبعاً أدباء وكتاب يعني يمكن ليهم مدارس خاصة في الكتابة وتحديداً عن الأحياء الشعبية ومصر وإزاي أظهروا الحارة المصرية وإزاي أظهروا الجمال المصري بطريقتهم الخاصة جداً بالضبط وإزاي جوانبسك جداً لما حد بيكتب مثلاً عن الروايتي ويقول إن هي يعني فيها من العالم بتاع نجيم محفوظ أو جمال الغيطاني وهكذا جميل أنتو خارجين إيه بس الأول عايزة أعرف أنت في درس إيه وإنت في درس إيه أنا خارجة ماركتنج ماركتنج أه تسويق تسويق ويوسف معلومات 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 أوكي أنت مريتي بتجارب أو أنت قلت أنك مريتي بتجارب وبالتالي التجارب دي هي اللي خليتك تكرري أنك تكتبي وتطلعي مشاعرك ده كان لي علاقة بكتابك وراها حكاية هل ده كان شبه ده ولا التجارب هي اللي خليتك تكرري تكتبي بس وراها حكاية موضوع تاني لأ وراها حكاية ده كان لأ يعني كلها حاجات أنا مريت بيها وكلها حاجات الحوالية كمان مروا بيها حسيتين كل البنات أو كل الشباب اللي في سنة مروا كمان بيها كلنا مرينا بالحاجات دي من فقد لتنمر للتشومز اضطرابات نفسية بسبب مواقف مثلا في الطفولة أو مواقف عمتن فإحنا إزاي بنعبر عن ده وإزاي ده بيأثر عليكم إزاي بيأثر علينا وإزاي بنعرف أن احنا عندنا مشكلة بسبب حاجة إحنا ممكن أكون عديتها عادية أنا طفلة أو أنا صغيرة ومش عارفة أن دي عملالي مشكلة أصلا أيوه فإزاي حاجة حصلت وعد عليها سنين لسا مقصرة فيها وإزاي دي ممكن تأثر بقى علي أنا كهنا كعلى سلوكي كلام ده كله طب وإنت إزاي عرفت إن أنت عندك مشكلة في الحاجات دي كلها يعني إزاي وصلت لك المعلومة إنك عندك مشكلة والمشكلة دي محتاجة أنك تكتبها والمشكلة دي محتاجة أنها تترجم على ورق إنك تشعرف إن أنا عندي مشكلة آآ حصل مشكلة في حياتي بس أنا ما عرفش إن هي ممكن تكون مؤثر عليها أو حصل كذا موقف آآ فبقيت له أنا مش عارفة وأنا متضايقة بسبب أنهي حاجة من حاجات دي فلما تكلمت شوية مع لايف كوتش فلا أدركت إن مثلا مشكلة الفلانية حصلت بسبب الموقف اللي أنت حكيته وده بيإندكيت السلوك أو بيعرف السلوك اللي أنت إنت ليه دايماً بتقولي كذا أو بتعملي كذا ده بيبقى حاجة اسمها ترومة إنت عندك ترومة من الموضوع ده فبقيت لي ده بيشكل سلوكك إنتي أي زي الفوبيا أي إما مثلا بيحصل مثلا لو حد حصلك مشكلة من حاجة تتعقاتي منها فبالتالي ده أثر على سلوكك وتصرفاتك وكل حاجة بزفت 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 يوسف أمتى عرفت ولما ابتديت بقى ابتديت إزاي يعني ابتديت إزاي ابتديت منين أكيد ما ابتديتش من السندقية كانت هي تجربة قابلية حتى لو بينك وبين نفسك مش هزم تكون شافت النور أه يعني أنا بدأت الكتابة وأنا عندي 17 سنة تقريباً 17 سنة أه كنت يعني بعد زي ما قلت إن هو بعد إيرايات كتيرة في أكتر من في الأدب الكلاسيك تحديداً يعني نجيب محفوظه جمال غيطاني تحسين تفويل حكيم الناس دول كلهم حلو كنت وبالذات أنا جيب محفوظ كنت متأثر جداً بلغته وبأسلوبه وكمان هو بيتكلم عن عالم أنا عايش فيه وشايفه فابتديت إن أنا عاوز أعمل زي ما هو بيعمل بس بشكل حداثي أكتر أو بالشكل اللي هو اللي أنا شايفه مع مرور الزمن عشرين تلاتة وعشرين يعني إحنا بنتكلم عن زمن مختلف بنتكلم عن عصر مختلف بنتكلم عن كاتب مختلف ما هو أنت كاتب شاب النهاردة أكيد طريقتك أكيد أسلوبك أكيد معاييرك اللغوية مختلفة في طريق التعبيرك عن الكلام وعن الحكاية اللي أنت عايز تقولها فإحنا بنتكلم عن نيو فيرجين زي ما بنقول كده على طول أو عن أسلوب مختلف وأسلوب جديدة نسخة جديدة أنت نسخة جديدة أنت نسخة عشرين تلاتة وعشرين بالضبط بس هو أكيد يعني أنا مثلا تعلمت من نجيب محفوظ وده طبعا نظهر في السندقية أنه هو مثلا ما كتب عن زوال مدأ هو تقدر يعبر عن نمازج إنسانية كتير جدا تقدر يعبر عن إنسان في كل الدنيا بدليل مثلا أن الرواية تحولت لفيلم مكسيكي يعني فيلم بيعبر عن نمازج إنسانية عايشة في قرة تانية خالص طبعا فأنت تعلمت منه زي أن أنت تعبري عن حياة كتير جدا من خلال مكان محدود جدا أو مكان قد يمر عليه الإنسان دون أن يراه أو دون أن يلتفت إليه كذكاك يعني لا يتعدى الأمطار بس خرج من ده معاني كتير جدا وخرج من ده رسال كتير جدا تعال نعرف المشاهد إيه يا صدادقية السندقية بتتكلم عن إيه عن حي إيه اتكلمت فيها إيه المواضيع اللي كانت تهمة كانت تتكلم فيها مثلت إزاي الحي اللي أنت تكلمت عنه أو المنطقة اللي أنت تكلمت عنه من خلال روايتك هي والسندقية دوت اسم حارة في حي الجمالية هي زي ما قلت هي الحارة اللي فيها زقائل مدأ وكان فيها بيت أو لسه فيها بيت المؤرخ الجبرتي هي موقع الحارة يعني تاريخيا كان فارد عليها أن تبقى شاهدة على كتير من الأحداث التاريخية وغيره بس في الرواية هي الرواية بتبدأ باختفاء إمام مسجد لاشر برسيباي اللي هو يعتبر مقابل للحارة بعد اختفاء الشيخ دوت هو اختفاء مريب يعني ما حدش عارف هو اختفى ليه بعد الاختفاء ده بيتم حكي أو سرد حكايات الأشخاص اللي هو الشيخ ده تعامل معهم طوال فترة إقامته في الحارة من خلال بقى حكايات الأشخاص دول بنحاول أن احنا نتأمل ونعيد كراءة تاريخ مصر آخر سبعين سنة ونقف قدام المحطات المهمة آخر سبعين سنة زي صورة يوليو أو حرب اكتوبر والنكسة وما إلى ذلك قولي يوسف مين هم أبطال روايتك بطل الرواية الرئيسي هو الشيخ مالك اللي هو بيختفي بقى الشخصيات وما برضو شخصيات رئيسية بس اللي هو الرئيسي عندي هو الشيخ مالك اللي هو عشان بعدي بيتم تفجير بقية الحكايات ديت بقية الحكايات هي بحاول بقى أجسد بيها أكتر من قضية مثلا أو سؤال أو تساؤل معين فيه مثلا شخصية زي أحمد السباعي دوت ده أنا حاولت أن أنا أشرح به مثلا بعض الأزمات اللي ممكن تواجه الجيل بتاعي أنا فيه شخصية اسمها حسين أسلون دوت حاولت أن أنا عبر بيه عن سؤال الهوية نفسها البحث عن الهوية بتاعت البلد أو الحضارة أو ما إلى ذلك فيه شخصية زي فرجة بوسيف دوت النموذج المضاد أو النموذج المغير لشخصية الشيخ مالك دوت اللي هو اللي بيراعي الخطاب التقليدي أو السائد الخطاب المعتاد أو الجماهيري أكتر جميل طيب إحنا معنا زوم دلوقتي هنقابل بنت لطيفة جدا هنقابل معاكم من خلال أبليكيشن زوم زينب هنبرك مع بعض الزينب زينب شريف على فوزها بجائزة الدولة للمبدع الصغير تعالوا مع بعض نبرك لزينب بما أن أنتو شباب وهي صغيرة كمان وقدرت أنها تحقق إنجاز كبير تعالوا نشوف مع بعض إحكاية زينب مبروك يا زينب علي بارك في حضرتك مساء الخير حبيبتي إزايك الحمد لله تمام أولا إحنا سعداء بك جدا وفخورين بك جدا وعايزين نعرف منك إمتى بتديت تكتبي ومين شجعك على الكتاب لقد بدأ الطريق منذ أن كنت صغيرة ولقد كنت أكتب مذكراتي دائما وأي شيء يحدث في حياتي فالقصة عبارة عن لقطة من الحياة إما أن يقتطفها الإنسان إما أن يدعها وأنا اقتطفت هذه الأحداث الحياتية حيث حولتها إلى قصص دخلت بها مصابقة المبدع الصغير فهي حقيقية وواقعية أيضا ولا يوجد فيها أي شيء من الخيال وأيضا كانت كل ما تأثي لي فكرة كنت أدونها فالكتابة لا تقود إلا المزيد من الكتابة وبالطبع قد ججعتني أسرتي كثيرا فالفضل الكبير يعود إلى أمي وأبي بعد الله سبحانه وتعالى لأنهم كانوا يشجعوني دائما على القراءة لأن القراءة هي ثروة العالم المغزونة وهي تجعل الإنسان شخصا معاصرا في هذا الزمن فكان أبي يترجم كتبان لأطفال وكان يعرضها علي لأبدي رأيي إلى أبي وكانت أمي كذلك تحكي لنا أنا وإخوتها الصغار قصصا قبل النوم والآن صرت أنا التي أحكيها لهم جميل طيب قولي لي يا زينب مين أول حد اكتشف فيك موهبتك وإزاي اتعملتي مع الموهبة أول لما اكتشفتها بالطبع أول من اكتشفوا موهبتي هما أبي وأمي فعندما كنت صغيرة كنت أحب أن أقرأ كثيرا لذا حولت القراءة التي وسعت خيالي إلى قصص وبدأت أكتب حتى لا تضيع أي فكرة من رأسي وكنت أعرضها على أمي وأبي ليبدي رأيهما على ما كتبته فمنذ تلك اللحظة عرفا أنني موهبة في الكتابة فشجعاني أكثر على أن أكتب وقاما بتنمية الموهبة الكتابة عندي وبدأت أنا أيضا أقرأ كثيرا إلى مؤلفين للقصص مشهورة مثل مؤلفين قصص المكتب الخضراء التي منها بدأ يتوسع خيالي أكثر فاستطعت أنا أكتب طيب دي مش أول جيزة ليكي فوزتي قبل كده مركز الثاني في مسابقة المشروع الوطني للقراءة كلمينا شوية عن الجوائز وقد إيه أنت بتفرحي لما بتفوزي بجائزة وبالنسبالك قصة الجائزة دي بتفرق معاك بالطبع الجوائز تجعل الإنسان في قمة مرموكة تجعله مشهورا الكل يعرفه ويشير عليه مبديين علامات الإعجاب أن هذا الشخص صار قدوة لأشخاص آخرين لذا فكنت أريد دائما أن أشترك في المسابقات التي تجعل مني شخصية مرموكة وتعود على النفع لي لذا عندما وجدت جائزة الدولة المبدعة الصغيرة ومسابقة المشروع الوطني للقراءة مسرعة قد اشتركت فيهما وذهبت إلى المدرسة واستفسرت أكثر على المسابقتين واشتركت في جائزة الدولة المبدعة الصغيرة والحمد لله فست بالمركز الأول واشتركت في مشروع الوطني للقراءة وفست بالمركز الثاني على الجمهورية مصر العربية وهذا ما أثار في روح منافسة أكثر لكي أشترك في مسابقات أكثر جميل أنا سعيدة جدا بيكي جدا جدا يا زينب قولي ليه بتحلامي بإيه؟ نفسك في إيه؟ أريد أن أكون عالمة في مجال الهندسة المعمارية حتى أكمل حلم المعمار المشهور حسن فتحي في بناء عمارات للفقراء وكذلك أيضا عمارات تكون صديقة للبيئة حتى تعود بالنفع على جمهورية مصر العربية جميل أنت شطورة قوي 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 وأنا فخورة بيكي جدا 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 وسعيدة بيكي وحاس أنك هتكوني شخصية كبيرة قوي وهتكوني شخصية مهمة جدا في إن شاء الله لما تكباري وتقدري تحقق كل اللي نفسك فيه مبسوطة قوي بيكي ووصلي سلامي للماما والبابا اللي شجعوكي وتبنوا موهبتك ووقفوا جنبك وحفزوكي أنك تقدري تكوني شخصية جميلة بالطريقة اللي أنا شايفها دي وبالأسلوب الحلو اللي أنت فيه ده شكرا لحضرتك مرسي يا حبابتي مرسي يا زينة طيب خلونا نطلع لفاصل ونرجع لحضراتكم على طول موسيقى رجعنا لكم مرة تانية ولسه منورنا في الستوديو الكتب الشاب الأستاذ يوسف الشريف وهنا خليل الكتبة الشابة الجميلة وهتجعلك بقى يا هانا علشان نتكلم شوية عن وراها حكاية إيه اللي وراها وإيه حكايتها وهي مين كلمين شوية عن تفاصيل روايتك بقى هي مين هي هانا زي ما قلت حراك قبل كده إنها التجارب شخصية أنا مريب بيها بالزبط تمام التجارب دي من يعني أول حاجة فيها خالص الطلاق الطلاق أو الانفصال الأب والأم وإزاي بيأثر على الولاد فأنا في الكتاب كتبة من وجهة نظر الولاد يعني إحنا دايما بنسمع عن حق إن الزوجة المطلقة عمتا إيه هي حقوقها وإزاي هي بتتدايق وإزاي وإزاي محدش دايما بيبقى فيه زي هايلايت أو زي تركيز بنتكلم عن الأم وبنتكلم عن الأب عن الأب محدش تكلم عن الطفل بقى بيتكلم عن الطفل الطفل دا لما هيكبر هيبقى إيه الطفل دا بيحس بإيه الطفل دا إيه شعره الطفل أو المراهج النفس أي يعني هو تشتت في كل أحوال هو زي حالة بتحصل وبسببها بيحصل زي تشتت قلت إيه قلت إيه بقى عن مرحلة دي همني أوي أعرف يعني اللي تكلمت فيه إن دا بيحصل في تشتت إننا إحنا تنين كبار قررنا إحنا هننفصل إحنا يعني الولاد مختاروش إنه هم ييجوا محدش بيختار أكيد بابا وممت بالتالي إحنا اتنين كبار كفاية قررنا إن إحنا خلاص هننفصل يبقى لسه فيه اللينك وده الحمد لله أنا موجود بين بابا وممتي إنه فيه اللينك إنه إحنا لسه أسرة إحنا تنين انفصلوا بس إحنا لسه أسرة إحنا عيلة إحنا مع بعض في مناسبات الحلوة والوحشة فده أنا بقول الحمد لله إنه بابا وممتي بعد ما انفصلوا هم أثر عليك إزاي وعبرتي عن ده إزاي في كتابك أثر علي إزاي أثر علي إن أنا بحبهم الاثنين جدا يمت على أبيهم هما الاثنين جدا فده كان بالنسبالي بس أنا مش مستوعبة الفكرة يعني بعد ما كنا خلاص بقى خروجات إحنا لأربعة عشان أنا عندي خروجات إحنا لأربعة وصفر وكده كل حاجة هتبقى مقسومة 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 تأسما بين هنا وهنا بس لكن لأ ده أثر على سلوكك ده أثر على اختياراتك ده أثر على نفسيتك ولا ماما وبابا قدروا إنه هما يعوضوك يعني هما يحتوي لأواق وكان فيه احتواء للموقف طبعا وإن أنا أفهم مشكلتي كلها كان أنا أستوعب وفهم عاد فترة مش قادرة جمع عشان كنت صغيرة بالضبط كنت صغيرة قوي فمش صغيرة قوي يعني وهو ستيل صغيرة فبس أنا كت مشكلتي كلها في كده لكن لأ يعني الدراسيين لأ الحمد لله ما أقصش على دراسيين الحمد لله ما أقصش على دراسيين هتكوضيها إزاي إن أنا بالنسبة لي يعني باستغرب قوي لما حد يقولي أنت أكيد بقى خلاص متعقدة بالجواز لأ يعني أنا بالنسبة لي أنا شايفها كهنة إن لأ هما اتنين دي تجربتهم أنا مقدرش كطرف تالت مهما كنت قريبة للطرفين أحط نفسي مكانهم أحط نفسي مكانهم لأ أنا مقدتش التجربة أكيد فلأ خالص أنا لأ يعني إيش هاني غير تجربة الانفصال وتأثيرها على الأطفال ثم المراهقين الفقد 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 هذا إحساس سعب جدا ومؤلم جدا ومش كل الناس بقدر تتخطأ ومش كل الناس بتقدر فعلا تتخطأوا صحيح نعط كتير قوي عشان نتخطأ صح فالفقد بالنحد يتوفق أو الفقد عماتا لا حيمن أكتر الحاجات يمكن بتأثر قوي أكتر من المشكلة الأولى أوكي إنها بتبقى حاجة خارجة عن ربطنا وده مردت بي برده اي تاني غير الفقد اتكلمتي عنه التراومات اللي بتحصل من الحاجات دي الأزمات النفسية اللي ممكن تطبيق تعرض لها اه اللي بتحصل اه أو الحاجات زي ايه ديني كده اديني نماذج يعني بعد مشكلة الفقد دي أنت يعني بيبقى زي في فوبيا خايفة أن حد يروح وما يرجعش بزبط خايفة أن حد ينشي وما تعرفيشش في تاني بزبط على عائدتي على صحابي فده كان والغير دلوقتي مؤثر فيه ده زود في ارتباطك بالناس ولا ده خلاكي ما تعرفيش ترتبطي بحد لا 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 بالعكس أنا جات معي بالعكس أنا بقيت مرتبطة جدا بالناس أكتر اه اه بقيت مرتبطة قوي هي بتحصل كده بتحصل كده اه دي حقيقة في ناس بتختارنها تنعيزر تماما وخلاص مش عايز تبقى كوميتد لحد خالص عشان ما تبت وفي ناس بترتبط جدا بحد وتحاول على قد ما تقدر تحفز على وجودهم بأي شكل ترديم بأي شكل أنا بحب جدا أهلي وصحابي قوي يعني مرتبطة جدا بي جدا بزة أهلي أهلي وولاد عماني وولاد عماتي لا أنا روحي حرفينت فيه ايه التعليقات اللي جات لك عن الكلام اللي كتبتي أو عن الكتاب اللي كتبتي يعني أكيد صحابك اللي في سنك أرو كتابك أكيد الناس اللي أرو كتابك وصلولك على الأقل ردود الأفعال اللي جات لهم أو الأحسيس اللي حسوا بيها من كتابك كانت إيه الردود الأفعال ما بلاقينا أنك بتبقى أخد رأي صحابي كلهم وانتوا بالأجبار كلهم هتقلت 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 فأغلب صحابي اللي مروا بنفس المواقف يعني على مدار حياتهم لا طبعا يعني فيه أحد من صحابي التوري نعيطت وتأثرت وفعلا الكلام لمسني أو إن هو الكلام أكنينا زي ما إحنا عدين دلوقتي أكني بتكلم مع حضرتك أه كلام مش صعب خالص يعني كان أنا عدين بتتكلمي وبتحكي وبتعبري عن اللي حسيت لما حضرتك مثلا آه لو مريتي بنفس الإكسفيرينس تولي إيه أنا أنا فهمة أنا حسة فده كان غردي كله وده رد الفعل فعلا اللي جالك الحمد لله طعب يا أستاذ جوسف نرجع لحضرتك مرة تانية ونتكلم شوية عن كتابك أخدت وقت في قد إيه كتبته في قد إيه حضرته في قد إيه كانت إيه المراجع اللي حبيت ترجع لها ولا معايشتك لحي الجمالية بما إنك واحد منهم كان هو ده مرجعك الرئيسي آه هي فترة الكتابة كلها استغرقت أربع سنين آه آه سنتين تحضير إن أنا قاعد بحاول أدور على آه شكل جديد زي ما أقولك عبر به عن الحارة المصرية في آه في حضرها آه بعد ما لقيت بقى التكنيك دوت أو الأسلوب اللي أنا هشتغل به في الرواية آه بدأت أكتب فالكتابة خدت سترتين تانيين فليا كلها أربع سنين أربع سنين ده وقت كبير مش وقت قليل آه 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 أربع سنين حضرت وأربع سنين كتبت وإنت بتكتب بعد ما وصلت لكل التفاصيل اللي أنت عايز تكتبها هلقيت إيه اللي تغير في الحارة المصرية؟ آه هو يعني آه الجوهر بتاع الحارة لسه ما تغيرش الجوهر آه لكن اللي تغير هي بعض التفاصيل اللي ترأيت على الإنسان المصري عموماً أو الإنسان في العالم كله آه بسبب آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� الفنان ان هو يجاوب على بعض الاسئلة اللي هي بتشغله او بتقريبه فهو الرواية برضو هي نفس السؤال انها كان عندي اسئلة كتير بتشغني حاولت ان انا عبر عنها من خلال العمل الفني اللي انا بقدمه شغافكم للكتابة حبكم للكتابة ده اكيد موجود برضو منه ملامح من وانت صغيرين كنت بتقرن مين وانت صغير وانت كنت بتقرن مين وانت صغير يعني عايز اعرف برضو مين من الكتاب اللي حببوكو في القراية فبالتالي حببوكو في الكتابة فبالتالي قررت ان انتو تمسكوا ورقة وتكتبوا بقلم على الورقة دي ايا ما كان بقى ابتدت بشعر في المدرسة ابتدتي باحساس حصتي يعني احكولي كده مين اللي اثر فيكو وحرك عندكو الحتة دي انا كنت بحب قوي اعرى لدكتور محمد طه وميرنا الهلباوي ونورهنة وبكر كلهم كتاب شباب برضو كلهم كتاب شباب وعندوهم طبيعتهم الخاصة في التعبير اه بالزبط ايه وان انا بحس ان الكتاب اللي هو فرندلي سبيكينج يعني مفهوش يعني انا عادين بنتكلم مع بعض بالزبط بالزبط فده بيبقى اقرب من بالنسبة لك اكيد اقرب اه بيبقى اقرب لي ان انا احسن كتاب مفهوم فدول بالنسبة لي كانوا وانت ايوز بالنسبة لي وطبعا زي ما قلت نجيم محفوز وجمال غيطاني انت مادئ كبير اه يعني انا فعلا من انا في المدرسة وانا بقرأ اول كتاب حتى قريته خالص كان هو كتاب الجريمة لنجيم محفوز زي كان اول كتاب قلته بحياتي اه بعد كده يعني مثلا بقى في المرحلة تعد سانو دي ده ده اقرب الفلسفة يعني اطبع انا دارس للفلسفة بس مش بشكل اكاديمي يعني قريت لكل الفلسفة فدول طبعا اثاروا فيي جدا جميل انا سعيدة بيكو سعيدة بتجربتكو سعيدة بالشباب اللي كانوا منوريني النهاردة اللي في يوم من الايام اكيد هيكونوا كتاب كبار وتفتكروا بقى وقت ما ابتديته وتفتكروا حكاياتكو ابتدت ازاي من البداية نورتيني هانا مرسي انا خليل وراها حكايا دي كانت الكاتبة الشابة الجميلة اللي كانت منورانا النهاردة يوسف الشريف مرسيا يوسف نورتنا وصحب رواية استنادقية واللي كانت بتتكلم عن حي الجمالية والاحياء الشعبية والحارة المصرية عايز اقولكم كمان ان هما كان عندهم نفس الكتاب كان مشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته اللي فاتت عشرين تلاتة وعشرين بالنسبة لسنكم اعتقد ان دي كانت تجربة كمان مؤثرة جدا بالنسبة لكم نورتوني واتمنى لكم كل التوفيق مرسي مرسي مشاهدين بكده بكون وصلت معاكم نهاية حلقتنا النهاردة انا على المستوى الشخصي الحقيقة استمتعت بيها جدا استمتعت لاني شفت نموذج مشرف استمتعت لاني شفت شباب عارفة هي عايزة ايه استمتعت لاني شفت شباب حلموا ونفزوا على طول كان معاكم رانيا السيد بشكورك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة